اعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي اهلا مرحبا بكم يا شباب وحلقة جديدة وبتنامجنا المفضل لدينا جميعا في بيتنا مدرسة انا الحبعيبي والنهاردة ان شاء الله احنا حلقتنا تدور حول معلومات اسرائية حول مادة cnc هو احنا بندرس المادة دي ليه المادة دي هتفيدنا في سوق العمل بايه اللي همني مش انت بتدرسها ليه انت المادة دي هتفيدك في سوق العمل ليه المادة دي احنا لما نزلنا المصانع فترة اللي فاتت دي اه لقينا نستيل في الماء من الصناعة باقي بتعتمد على مكان cnc فبالتالي دراستك لمادة cnc دي مش مادة دي صناعة زي ما ذكرت كده في الحلقة الماضية وقلت ان احنا مش بندرس مادة هي بالنسبة لك محتوى علمي واسمها مادة انما هي في الحقيقة هي صنوعة صنوعة كاملة متكملة ايمة على تكويد وبرمجة ماكينات التحكم العادة دي اللي هو cnc فاحنا بالنسبة لنا اه يهمني اننا النهاردة بما اني بقى اتكلم معاكم كاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا السنة اللي جاي ان شاء الله احنا هنبقى قدام سوق العمل اما ان نكون واما لا نكون لبقى امتى اشتغل على نفسي علشان ابقى عندي قدرات ومهارات كويسة جدا اقدر بيها انزل سوق العمل واقدر احقق ذاتي من خلال بعض المحتوى العلمي اللي انا درسته اثناء العام الدراسي بتاعي المادة ديت هي عبارة عن برمجة ماكينات التحكم يعني انا هتديك اثناء السنة الدراسية بعض المهارات اللي هتؤحلك ان انت تكون مبرمج ومشاغل ماكينات تحكم عدد بس هل المادة الدراسية كفاية اني انا انزل سوق العمل واقدر اشتغل بجدارة لازم اشتغل على نفسي ليه بقى ياولاد لان المجال بتاع السيني ده ده مجال واسع جدا 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 بمعنى احنا في دراسيتنا هندرس برمجة ماكينات الخراطة وبرمجة ماكينات التفريس طيب هل السوق السي اني سي فيه هو عبارة عن مكنة الفريزة ومكنة المخرطة فقط لا ده انت بتدرس نموذج للتحكم العادة نموذج من السوق بتدرس احد الابليكيشن اللي موجود في السوق احد الابليكيشن راكز حبايبي انا بكلم ولادي علشان خاطر لما تنزل السوق يبقى عندك قوة وعندك مهارات ايجادة العمل على ماكينات التحكم العادة وفعلا تلاقي شغل في هذه النوعية من الوظائف في السوق لان شغلك في السوق في مجال سيني سي ده بيخليك في كارير تاني خالص اولا الاجر فيه بالساعة ثانيا بتتطلع على احدث تكنولوجيا للمكينات وخطوط الانتاج سالسا ده بيخليك عندك فرصة كبيرة جدا انك تشتغل في السوق المحلي والسوق الدولي المجال ده يا ولاد يقدر يخليك تشتغل في السوق المحلي والسوق الدولي فليه ما انتهس هذه الفرصة فرصة قوية جدا في ايدي افهم كويس قوي البازك اللي هتدرسه في مادة سيني سي من حيث الاكواد اللي هتخليك تقدر تعمل عملية برمجة للمكان وكمان دورات التشغيل اللي هتقدر تخليك في ادفالسة في المادة شوية طيب وانا بقى عايز اطلع السوق اعرف اتعامل مع المكان ده محتاج ايه جنب الدراسة محتاج ان انا اطلع على جميع نوعيات مكان سيني سي والميديا عندك موفرة لك الكلام ده على النت بشكل جميل وواضح ومتميز وسهل وفيه بتاعه فيه كل حاجة تعرض لك الموضوع بمنتهى السلاسة محتاج مني ايه محتاج مني اني انا اخصص وقت في الاسبوع بتاعي ابدأ اخذ معين في مجال سيني سي وابدأ اطلع عليه واشوفه بيتبرمج ازاي اشوف اقدر اشتغل بيه ازاي ااخذ الفيديوهات اللي هي تقدر تأهلني ان انا اعرف اشتغل على البرنامج ده كويس وابدأ اصطى بالبرنامج عندي في البيت واتعلم من الفيديوهات اللي معروضة على الميديا بتاعتنا وابدأ ابرمج واشتغل على احد برامج سيني سي طيب لو انا ما عملتش كده مع نفسي وما بدأتش ان انا اخذ الخطوة دي يبقى انا واحد لما هنزل سوق العمل بمجموعة المعلومات اللي انا درستها فقط هيبقى عندي حاجة اسمها يعني بيزق ضعيف جدا لسوق العمل مش بقول كده ان احنا بندرس حاجة بسيطة لا بس انا بكلمك على مجال واسع جدا جدا في السوق انت بتدرس جزئية منه ما بتدرسه كله علشان تنزل في السوق وتبقى راجل متخصص في مجال cnc لازم اطلع على معظم الابليكيشن بتاع ماكينات التحكم العادي وده متوفر طب ماه طالما متوفر في المده يبقى ليه ما انا يعني ما ألجعش ليه وليه ما أطلعش عليه وليه ما أخصص وقت من وقت في اني انا المادة العلمية اللي انا بدرسها احاول اطور نفسي واخليني معاها في معلومات ادفانس شوية ليه علشان دي هتنفعني انا مش هتنفع حد غيري دي هتنفعني انا لما يجي انزل السوق اقدر انافس من حيث المهارات اللي انا اشتغلت عليها على نفسي بمعنى كده ان ايه ان انا بقولك كل ما هتتعلم في المجال ده كل ما هيجي لك ربح والسصمار وهيترجم بفلوس ليك وده اللي احنا عايزين عايزك لما تتخلص وتخرج للسوق تلاقي مجال مهنة محترمة التعليم الفني في تخص تجعيل المعادن بيوفى لك مادة علمية اسمها CNC يعني بيقولك افتح بصرك وافتح مدركك ان فيه صناعة هتقابلها في السوق بعد كده اسمها صناعة او الانتاج على ماكينات التحكم الرقمي او العدد اللي هو مجال CNC طيب ايه اهمية الصناعة دي في البلد بتاعتنا اه الصناعة دي دخلت علشان احنا نقدر نطلع انتاج يواكب احتياجات السوق نطلع انتاج يبقى الفنيش بتاعه عالي قوي نقدر ننافس بيه محلي ونقدر ننافس بيه دولي انا لو انا استقرعت وملعبتش على نفسي وما استصمرتش في نفسي وعلمت نفسي ان انا ازاي اشتغل على مكان CNC في الحالة دي كان السوق المصري مش هيبقى ليه اي وضع نهائي لا هيعرف يصنع بالجودة المطلوبة في السوق ولا هيقدر ينافس في بين المنتجات اللي هي المحلية والايه والدولة انا ما يهمنيش الوقتي الانتاج المحلي اكتر ما يهمني ان انا فين من العالم في الصناعة انا فين من الدول اللي حوالي من الانتاج ودرجة الجودة في الانتاج المطلوبة انا فين من الناس دي انا فين من الناس دي يبقى لازم قلعب على نفسي واشتغل على نفسي واستثمر في نفسي وابدأ اخد دورات محترمة واقدر اتعلم مع نفسي كده بعض الابليكيشن اللي من خلاله اقدر اطور في الصناعة بتاعتي واقدر اشتغل على مكينات اكثر جودة واكثر دقة والمكينات ديت تقدر تخليني فني ماهر فني تشغيل معادن ماهر فين في السوق انا مش كمان مش بنقول دلوقتي في المهارة ده احنا بنتكلم على حاجة اعلى من المهارة اسمها الجدارة انا عايزاك تطلع السوق جدير معنا انت تطلع السوق جدير انك تشتغل وفك معيير محددا يعني انت ما تشتغل شغل بتاعك اني انا حطيت منتج على المكنة واشتغلت بيه وطلع للمنتج وزي الفل لا ده لازم تعود نفسك وانت بتبدأ تشتغل باذن الله السنة جاية في العمل بتاعك وانت بتشتغل التمرين بتاعك تشتغل وفك معايير الانتاج ومعايير الاداء المطلوبة منك طب ايه هي معايير الاداء دي يا ميس انا بمحددالك في الرسم بتاعك اللي انت بتاخده في العملي بعض المعايير بقولك ان جودة السطح بتاعتك لا تتعاد واب مينس او واحد من عشرة في المية طيب يبقى انا كده عرفت ان جودة الانتاج بتاعي العب عليها بحيس ان انا مزيتش في البعد بتاع عن واحد من عشرة على البعد الاصلي وما قلش عن واحد من عشرة من البعد الاصلي في هذه الحدود هيكون الانتاج بتاعي مقبول لو انا ما اشتغلتش وما صنعتش في هذه الحدود من الانتاج او من حدود التفاوت او التجاوز اللي هم عايزينها يبقى في الحالة دي انا طلعت منتج مرفوض ولو انت اتعودت انك تطلع منتج مرفوض يبقى انت هتبقى عامل فني غير جدير يعني مش هينفع ان انت تكون عامل فني مقبول في السوق طب انا عشان اكون عامل فني مقبول في السوق لازم اشتغل وفق معايير الانتاج اللي مطلوبة مني طيب ميس معانا واحدة واحدة كده فهمينا يعني ايه معايير الانتاج اللي مطلوبة مني حضرتك مطلوب منك ان انت تقيس بطريقة دقيقة ووفق التعليمات اللي بتقالك يعني انا مثل لو انا اتبعت التعليمات اللي هي المعلم بيقول هالي ولو اتبعت كواعد السلامة والصحة المهنية ولو انا اشتغلت بالطريقة الفنية الصحيحة في شغلي هل انا كده هبقى جديد ايوه ليه لان انت بدأت ان انت تشتغل وفق معايير لو حققتها صح المعايير دي هترفعك من لفل المهارة لليفل الجدارة يبقى انا حبايبي لازم اتعود ان انا هغير من اسلوبي في سيستم العمل اللي انا شغال بيه حدق وانا بشتغل في شغلي اشتغل وفق معايير اداء محددة متحد دالي بحيس ان انا ما احدش عنها وفي نفس الوقت معايير الاداء دي مدروسة ومحطوطة بحيس ان هي تؤهلني كي اكون جديرا في مهنتش يبقى معايير الاداء دي محطوطة لولدنا علشان تخلي ولادنا ايه ولد جدير في المهنة بتاعته الجميلة دي طيب ومكان شغال بالكمبيوتر والمكانة دي بتعمل شغل دولي مش شغل محلي والمكانة دي بتخليني بدل ما انافس محلي لا هنافس دولي وهيجي لي ارباح كتيرة ولازم نتعلم بعض الابليكيشن علشان نشتغل عليها طيب شكل المكانة دي ايه احنا مع بعدينا دلوقتي هنعرض احد الافلام اللي هتعرفنا المكانة بتاعتنا دي بتشتغل في ايه وبنعمل عليها ايه اه مع بعدينا كده حضر لك الفيلم اللي هنشوفه على الشاشة بتاعتنا وهنبدأ نتكلم مع بعض عليه الفيلم اللي قدامنا دوت ده حبايبي بعض البرامج اللي هي بنشتغل عليها الـ ده برنامج لازم اتعلمه وده اللي انت ان شاء الله تدرسه في المدرسة بحيث ان البرنامج ده يقدر يعلمك ازاي تعمل عملية برمجة على مكان التحكم الرقمي البرنامج ده في نظام الكاد وفي نظام الكام بتختار الابعاد المناسبة للخامة بتاعتك من خلال الايكنز اللي قدامنا ديت بنختار ابعاد الخامة اللي احنا نصنعها على المكانة من خلال الايكنز اللي قدامنا دي على البرنامج وبعد كده بوافق على الابعاد بتاعتي ببدأ اقول اوكي بيبدأ يدخلني على برنامج الرسم ابدأ من خلال اوامر الرسم اللي انت هتدرسها ان شاء الله في خلال العام الدراسي الاوامر دي هتخليك تعرف ازاي تنفذ المنتج بتاعك اللي مراد تنفيزه على المكينة يبقى انا بتعلم في المادة بتاعتنا دي ازاي اقدر ابرمج مكان التحكم العدد دي وبتدرس احد البرامج لهذه البرمجة وهو البرنامج اللي احنا شايفينه قدامنا على الشاشة بنبدأ نتعلم بعض الاوامر اللي من خلالها نقدر نرسم منتج اهو بيديني الاحداثيات يعني الابعاد اللي انا برسم بيها المنتج بحطها له وكمان بقوله ان البعد دوت هعمل فيه عملية ايه سواء كنت هعمل خرط عدل او هعمل الووز او هعمل سلبة او هعمل جزء استواني او جزء دوراني هعمل خرط خارجي او هعمل خرط داخلي عن طريق وضع الاحداثيات اللي انا بدأت ان انا احطها ديت ببدأ من خلالها ارسم المنتج المراد تنفيذه على ماكينة التحكم العدد طب يميس هو البرنامج اللي قدامنا ده بيشرح اني مكنة من ماكينات التحكم العدد اقدر اشتغل عليها ده بيشرح العمل على ماكينة المخرطة ذات التحكم العدد المنتج اللي قدامنا ده يا ولاد ده منتج بنفزه اكس او عمود العمود ده انا بنفزه على مكنة المخرطة الاعمدة والمحاور والمرتكزات ومرتكزات الاعمدة دي كلها مجغولات بقدر ان انا نفزها على مكنة المخرطة ذات التحكم العدد اي منتجات استوانية اقدر انفزها على مكنة الخراطة ذات التحكم العدد عن طريق احد الاسلوبين اما باسلوب الكاد او باسلوب الكام ووركس اللي احنا اللي قدامنا على الشاشة بتاعتنا ده ده احد نظم البرمجة على مكينات التحكم العدد الخراطة وهو التحكم بلغة الكاد التحكم بلغة الكاد يا ولاد ولغة الكاد دي هي عبارة عن لغة الديزاين او التصميم ازاي اصمم المنتج بتاعي الاول قبل ما انافزه واعمله سيموليشن يعني ايه يا ميس اعمله سيموليشن يعني اجرب المنتج ده والرسمة اللي انا رسمتها اشوف الرسمة بتاعتي دي هل هي فعلا اطلع للمنتج اللي انا عايزه ولا لا احنا كده وصلنا يا ولاد على الشاشة ان البرنامج رسم المنتج اللي انا عايز انفزه كامل الخطوة اللي بعد كده ببدأ احط الابعاد بتاعتي علشان تنزل للمنفز في الورشة تحت بالابعاد يعني انا كده صممت المنتج بتاعي وحطت له الابعاد اللي هيتنفز بيها في قسم التنفيذ او قسم الكام ووركس يبقى انا كده خلصت كسم الايه كسم الكاد ووركس يبقى انا عندي علشان اشتغل على مكان السي انسي لازم اتعلم اعمل المنتجات باستخدام برامج الكاد وكمان اقدر ازاي انفز المنتجات دي ببرامج تسمى برامج الكاد لذلك في المصانع حبيبي احنا بنلاقي جزء او مكاتب تسمى مكاتب الكاد ووركس ومكاتب اخرى بيشتغل فيها بعض الفنيين بتسمى الكام موركس طب ايه الفرق ما بين الكاد والكام اه ده كده احنا وصلنا الدزاين اللي هو الكاد حولناه لكام حولناه لكام يعني المنتج اللي احنا نفزناه ده يا ولاد واللي احنا تعرضناه له شوفناه على برنامج الكاد اتصدر للمكنة ولما اتصدر للمكنة المكنة بدأت دلوقتي تستدعي عدة القطع المطلوبة لتشغيل هذا المنتج وعدة القطع بتاعتنا دي بدأت تنفذ العمليات المطلوبة منها بمعنى لو انا هنفز زي ما قدامنا كده خارط عدل فالمكنة جابتلي الملخارط العدل بدأ هو ينفذ معي المنتج بتاعي طيب لما اخلص الجزئية بتاعت الخارط العدل وحبيت اعمل عملية اخرى هتغير الالم ده وهتجيب لي الالم المسؤول عن العملية الاخرى بتاعتنا طيب هي المكنة بتعمل الكلام ده ازاي هي بتاخد الاوامر بتاعت الكاد اللي انا رسمتها وبتحولها عندها عن طريق برنامج ال cnc الى برنامج يسمى برنامج الكاد بص يا ولاد هو قدامنا دلوقتي غير الالم بتاع الخارط العدل وجاب لي الالم اخر علشان يعمل السرد او الالووز وبعد كده خلص المنتج بتاعه فجاب لي الالم ثالث علشان يقطع المنتج بتاعي اق난 الجمال اللي حصل ده اللي حصل ده هو ازاي انا اقدر انتج منتج عن طريق اقدر انتج يا ولاد منتج عن طريق مكان التحكم العددي وبعد كده هو بقدر بقدر ان انا اعمل منتجات باستخدام مكان التحكم العدد rze حضرتك دلوقتي ميس بينتلنا اللي مطلوب مننا اللي مطلوب من حضرتك ازاي تقدر تستثمر في نفسك وتتعلم برامج كاد عشان تعرف ترسم المنتجات بتاعتك على احد برامج الكاد طيب انا تعلمت برنامج السوق عايز مني برنامج واتنين وتلاتة يبقى اعرف ازاي العب في البرنامج ده من لابلكيشن لابلكيشن اخر طب ايه هي برامج الكاد يا ميس اللي ممكن نتعلمها كل برامج الرسمة حباية كل برامج الرسمة على الكمبيوتر تقدر تشتغل عليها البرامج المشهورة او اللي انا شفتها في السوق كتير قوي انا شفت السوليد وورك بيشتغلوا عليه كتير قوي شفت المصانع المتقدمة قوي بس مجموعة صغيرة من المصانع مش كلها بتشتغل على برامج اسمها الاني اكس ده برامج بالنسبة للجرافيك او بالنسبة للرسم الرسم باستخدام الحاسب القالي طيب ابدأ اتعلم ازاي ترسم بالحاسب القالي وابدأ امسك اا مادة الرسم بتاعتك هحول كل الرسمات بتاعتك لرسم باستخدام الحاسب القالي علشان تبقى راجل في الجزئية دي لو نزلت السوق راجل بتعرف ترسم على الحاسب بس لك سعر لو قدرت الرسمة اللي انت بترسمها على الحاسب ديت تحولها لمنتج ويتنفذ على المكينة لك سعر تيل يعني انا لو راجل نزلت السوق اشتغل في المجال ده في الكاد ووركس بس انا هبقى في مكاتب اسمها الكاد ووركس ومش هيبقى ليه علاقه بالانتاج انا هبدأ ارسل وهنزل للانتاج الرسمي بتاعي ولو في مشكلة عندهم هم هيطلعوا لي هيقولولي على المشاكل اللي وابدأ احلها على برنامج الرسم وابدأ اصدر لهم الرسم الايه الجديد طيب امتى بقى اكون راجل رابط ما بين القسمين لما اكون بتعلم الكاد ووركس ازاي ارسم على برامج الرسمي بتاعي وفي نفس الوقت ازاي احول برنامج الكاد ووركس لبرنامج كام ووركس كام في الحالة دي لازم ادرس حاجة تانية بقى لازم ادرس البرمجة باستخدام اكواد الحركة يبقى انا لازم اتعلم ازاي اشتغل بقى اوامر الرسم وارسم المنتج بتاعي وفي الحالة دي هبقى راجل فني كاد ووركس هبقى راجل فني كاد ايه ووركس طيب الكاد ووركس ده يا ميس هو فني تشغيل معدن اه ما هي تشغيل المعادن دي مهنة والمهنة تحتوي على مجموعة من الوظائف من احد وظائف هذه المهنة الراجل اللي هو فني كاد ووركس دي حتة في قلب الصنعة طيب ممكن اتعلم ايه تاني اتعلم الكام طب الكام ده بقى يا ميس عشان اتعلمه محتاج ان انا افهم ايه محتاج يا ولادي ان احنا نفهم حاجة اسمها اكواد الحركة يعني ايه اكواد الحركة يعني كل عملية هتم على المكانة بتاعتي ازاي احول الرسمة اللي عندي لعملية انفيذية عن طريق الاكواد هيقولي استدعاء العدة لهقود تشغيل سائل التبريد لهقود ايقاف سائل التبريد لهقود دوران عمود الدوران في المكانة اللي كود اه احنا بعد الوقت يا ميس سبنا موضوع الرسم المنتج نفسه وانزلنا الاجزاء المكانة هتتحرك معايا ازاي عشان تنفز للمنتج ده ايوا بالزبط كده هو ده اللي انا اقصده طب يا حبايبي علشان احنا ننتقل من مرحلة الديزاين لمرحلة المشغل للمكينة انا محتاجة ايه في التحكم العددي بتاعي انا محتاجة افهم اكواد الحركة وافتح كدالوج مكان سي ان سي كتير ليه عشان اعرف اقرأ الكدالوج ده هيقولي على الاكواد اللي اقدر اشغل بيها اجزاء المكانة بتاعتي الكلام الجميل ده احنا مبقناش نشغل المكانة ياولاد بالايد اه الف العربية يد العربية عشان تتحرك الف الناحية تانية يد العربية تمشي معي ترجع معي اشغل يد السرعات في صندوق تروس السرعات لا الكلام ده مبقاش بادينا الكلام ده اصبح موجود على لوحة تسمى الماثر بورد بتاع المكينة وكمان جنبيها كنترول جميل قوي اسمه البي اللي سي كنترول التحكم المنطقي اللي هو بياخد الاشارة من الاكواد اللي انا بديها الجهاز الحاسب الالي ويبدأ يحولي الاشارة دي للغة او الكود اللي انا بديه للحاسب الالي يبدأ لوحة التحكم بتاعتي ديت تاخد الكود ده وتحولهولي للغة تفهمها المكينة اللي هي لغة ايه؟ لغة اشارات الحركات يعني تاخد الكود وتحوله لاشارة حركة جوه مين؟ جوه المكينة بتاعتي طيب ايه الجمال ده يا ميس؟ انا كده محتاج اني انا اتعلم اكواد الحركة وبعد ما اتعلم اكواد الحركة انا محتاج برضك اتعلم جزء في البي اللي سي ليه؟ انا راجل فني شاطر واقف على مكان السينسي فيه سنسور وقف واقف للمكانة كلها لو انا ميكانيكي فقط خط الانتاج بتاعي وقف مش هشتغل المصنع وقف لا ده انا راجل ميكانيكي اه بس عندي اسيات كهرباء واسيات الكهرباء دي هي اللي هتخليني لو فيه سنسور وقف اعرف ايه سببه وعالاقل اقدر اجيب المتخصص من قسم الصيانة بس انا عرفته هو جاي يعمل ايه؟ والمكانة محتاجة مني ايه؟ علشان تشتغل وممكن بعض الصيانات البسيطة اقدر انفزها ايه ده يا ميس ده احنا محتاجين ان احنا نتعلم حاجات كثيرة او احنا محتاجين ان احنا نتعلم برامج الكاد ونعرف نرسم ونعرف الاكواد بتاعتنا بتاعت برامج الكاد كويس قوي وكمان محتاجين ان احنا نعرف الكادالوجات بتاع المكان ده ونعرف الاكواد الي بيشتغل بيها المكان ده ووظيفة كل كود والكود ده هينفز لي ايه بالضبط في المنتجات وايه الفرق ما بين الاكواد الاساسية اللي انا بقانتك بيها المنتج وايه الفرق ما بين الاكواد المساعدة اللي بيساعدني على تنفيذ المنتج طب ممكن بعد اذن حضرك يا ميس تفهمينا هو يعني ايه اكواد اساسية ويعني ايه اكواد مساعدة بصة حبايا احنا عندنا بعض الاكواد في مجال السيني سي بتقوم بتحريك العدة علشان تنفذ المنتج الاكواد دي كلها نسميها اكواد اساسية والاكواد دي بتبدأ عندي دايما بحرف الجي والاكواد دي دايما بتبدأ عندي بحرف ايه الجي في بعض الاكواد الاخرى اللي بتساعدني على تنفيذ المنتج بمعنى ايه بمعنى لو انا عايز ابعد عن العدة وشغل عمود الدوران في المكنة ما هو عمود الدوران لو انا ما شغلتهوش المكنة مش هتنتج المنتج فبالتالي دي كود مساعد يساعد على اجراء عملية التنفيذ اللي هتقوم بها مين العدة بتاعتي يبقى انا عندي اجزاء المكنة هتتحرك باكواد تسمى الاكواد المساعدة اللي تساعد على اجراء عمليات التنفيذ ولكن العدة علشان تنفذ المنتج دي اكوادها بتسمى الاكواد الاساسية طيب احنا لما نفتح كدالوج نعرف الاكواد دي اساسية ازاي ونعرف الاكواد دي مساعدة ازاي الاكواد الاساسية حبيبي في الكدالوج كلها بتبدأ بحرف الج ولكن الاكواد المساعدة في كدالوج اي ما كانة بتبدأ بحرف الام فاحنا لو فتحنا اي كدالوج مكنة كده جميل وبدئنا ان احنا نشوفيه هنلاقي ان الأكواد الاساسية بتبدأ بحرف الـ اية يجي وابدأ اشوف الكود ده بيخص العدة طب العدة دي ممكن تعمل ايه في الشغلة تعمل خرط عدل تعمل خرط مائل تعمل قلووز تعمل خراطة داخلية او خراطة ايه او خراطة خارجية وفي الحالة ديت هتكون المكنة بتاعتي اقدر اشغلها سواء كده بتشغلها بالاكواد الاسية او بالاكواد الايه المساعدة بتاعتي طيب احنا عايزين دلوقتي نبدأ نشوف اه زي فيلم تاني كده اه يعرض لنا منتج من منتجات التحكم العددي اه الفيلم ده هيبين لنا مكن السينسي بيشتغل ازاي الفيلم اللي احنا هنعرضه دلوقتي ده هيبين لنا فيزيو هيبين لنا احد مكينات السينسي بتشتغل ازاي احنا عندنا دي مكنة للسينسي المكنة دي بتعمل بعض المنتجات اللي قدامنا ديت من الالمونيوم قال لي ان الخامة بتاعتها تبقى من الالمونيوم دي برج العدة اللي اه بحاطت فيه العدد بتاعته في مكن السينسي وده بيقول لي ان ده البرج او البوست طولز اللي هو بيحط فيه العدد هيبدأ يعمل عملية الفيسنج اللي هي تسوية القورة يا ولاد احد العمليات اللي مكن السينسي بيعملها اللي هو عملية الفيسنج وبعد عملية الفيسنج هيبدأ يشتغل خرط طولي هو كده هيبدأ يشتغل خرط طولي اهو العدة بدأت تعمل خرط طولي اه هيبدأ يعمل جروفنج الجروفنج ده اللي هو عملية الحفر يا ولاد عملية الحفر لو انا عايز اعمل اه جروفنج يعني حفر بعض الالووز على طول علشان خاطر ابدأ اعمل الالووز هنا بيعمل عملية يعني بعد ما بيعمل عملية التخشين لازم يجي يعمل عملية يعني عملية تنعيم هي العمليات معلش بتعرض بسرعة ده عندنا اللي هو هيعمل يعني الالووز خارجي ولو ملاحظين ان هو كل العملية بيغير فيها العدة وبيجيب العدة المناسبة لاجراء او تنفيذ عملية القاطع الجديدة انا كده جبت العدة ديت بحيث ان هي تعمل لي عملية السرد او الالووز الخارجي بس هي كل مرة بتنزل بتاخد عمك القاطع الجديد بحيث ان هي تاخد الالووز بتاعي على مراحل يبقى انا لما اجي اتعلم في cnc اكواد الحركة هعرف ان عندي دورة اسمها دورة الالووز وفي عندي دورة الالووز بتاخد الالووز على مرحلة واحدة لو الالووز عمكه صغير وعندي دورة اخرى بتعمل الالووز على اكثر من مرحلة زي ما الالم كده شغال معنا الالم الالووز ده عمل الالووز بتاعه على اكثر من مرحلة لان الالووز اللي مطلوب تنفيذه هو عميق فبالتالي عملوا على اكثر من مرحلة عندي عملية القاطع بقى هو جاب قلم جديد علشان يقوم بعملية قطع المنتج وبكده هو نفذ المنتج بتاعه كده هو نفذ ايه المنتج المراد تنفيذه اهو بينظف بقى مكان القطع بتاعه وبيبدأ يعمل خرط داخلي في الحالة دي هنعمل سنترة وبعد كده هعمل دريلينج السنترة ان انا بعمل التقب المبدأي والدريلينج ان انا بجيب بونتا بص يا ولادي احنا جيبنا بونتا وهنبدأ ندخل في قلب الخامة بيها ونعمل عملية التقب قدي ايه مجال السي انسي ده مجال خطير وجميل جدا كل العمليات دي بتتم حبيبي بدون تدخل العامل البورنج يا ولاد اللي هو عملية الخراطة الداخلية انا شلت البونتا وجبت قلم خارط داخلي وببدأ انفذ عمليات الخراطة الداخلية داخل المنتج يبقى انا عندي اقدر اعمل على مكان السي انسي بتاعي عمليات خراطة خارجية وايضا عمليات خراطة ايه داخلية كل الموضوع ده ماشي عن طريق ايه عن طريق الاكواد اللي انا بدخلها علشان تنفذ لي كل عملية تشغيل ممكنة انا عايزها الفيديوهات اللي انا بقدمها لكو دي الغرض منها تعرف امكانيات المكنة دي ايه هي وايه المطلوب منك انت علشان لما تنزل السوق تشتغل على المكن الجميل ده اللي انت المفروض تحضر نفسك فيه متنتظرش ان انا اتعلم مادة علمية فقط بص يا ولاد بعد كده هيعمل ايه الانترنال سرد هيعمل دلوقتي الاووز داخلي يبقى انا عملت بيها خرط خارجي والاووز خارجي وعملت بيها عملية سنترا وعملية صجد وعملية خرط داخلي ودلوقتي بنفذ الاووز الايه الداخلي قد ايه العمليات بتتم بدقة عالية جدا 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 وفنش محترم حل لو انا بعمل عمليات ديه على مكنة تقليدية كنت اخدت وقت بسيط زي اللي بتنفذ بيه المكنة عندي هنا هنا دلوقتي بيعمل حاجة اسمها عملية الفينشنج الفينشنج اللي هي عملية التشتيب او عملية التنعيم اللي هي بتخليلي السطح بتاع الخارجي سموسز طيب وعد كده مطلوب مني ان انا اقطع المنتج وده بيبقى شكل المنتج النهائي اللي انا بحصل من خلال المكنة عليه ايه قدي ايه يا ولاد مجال محترم مجال فعلا في الصناعة محترم ازاي اقدر ان انا اتخلص من الاخطاء ومن الدقة اللي هي ما كانتش بتبقى بفينش عالي قوي اللي كان بيقوم بيها العامل الفني طبعا احنا مش بنقول هو العامل عندي عامل ماهر والمكنة بتاعته مكنة محترمة بس في نفس الوقت بيبقى في عوامل زي الاضاءة بتاعت الورشة زي نظر العامل نفسه مسك العامل للمعدة اللي هو بيشتغل بيها الحاجات دي كلها اولاد كان بتعرضنا لاخطاء كتيرة جدا كان بيقع فيها العاملون علشان ندخل ويبقى العالم قدامي في يعني عايز اقول ايه التكنولوجيا السريعة دي كلها قوي دي اللي احنا فيها والمدى او التطور اللي احنا المفروض ان احنا نعمل زي بالزبط بيقولك ايه السمكة السريعة دلوقتي مين اللي بيكسب في السوق ما بقاش السمكة اللي تاكل سمكة لا السمكة الطايرة اللي بتطير في التكنولوجيا اللي بتقدر تطور نفسها باستمرار امتى اكون سمكة سريعة امتى اكون بواكب التكنولوجيا بتاعتي بدرجة عالية قوي امتى اكون متحدي لبعض الشركات واقول ان انتاجي بينافس دولي مش بينافس محلي فقط امتى لما اكون بشتغل على جودة عالية جدا تحقق لي درجة المنافسة المطلوبة احنا ما بقناش تعليم فني زي زمان ما بقناش نطلع فني عادي احنا بقنا بنطلع فني جدير بمعنى ايه فني جدير معنى ان فني عندي بيشتغل وفك احتياجات سوق العمل انت طالع بتدرس مواد وفك احتياجات سوق العمل سوق العمل طالب مني ايه في الفني ده هو اللي انت بتشتغل بيه في المادة العلمية بتاعتك سوق العمل ايه هي المؤهلات المهنية اللي محتاجها ومعايير المؤهلات المهنية دي ايه في الطالب بتاعي هو ده اللي انا بنفزه جوا المؤسسة التعليمية بتاعتي بتاع التعليم الفني دلوقتي عشان اطلعك طالب جدير بالمهنة بتاعتك تقدر تشتغل صح وتقدر تلاقيلك وظيفة صحة في السوق عشان كده لو انت عايز تبقى جدير فعلا اشتغل واستثمر في نفسك اتعرف على المكان افتح الميديا في الحاجات اللي تنفعك افتح الميديا بتاعي في برامج في برامج الرسم على ماكينات التحكم العادي اقدر اشوف كدلوجات خاصة بمنتجات السينسي والكدلوج ده بيعرض للمنتج ده اتعامل ازاي ومراحل تنفيزه ايه اطور نفسي في اللغة شوية ومخافش كلنا كنا مش في اللغة اقوياء احنا اللي بنشتغل على نفسينا طول ما انا بعيد عن الكدلوج عشان هو باللغة الانجليزية مش هتعلم حاجة افتح كدلوجات يا شباب وابدأ اتعلم كلمة كلمة وابدأ اشتغل على نفسك في ان انت تفهم المهارة اللي بتتنفز في الكدلوج دي بتتنفز ازاي وبيتعرض قدامها فيديو هاتي الفيديوهات اللي بتنفز المهارة دي وتعلم منها لو ما عملتش كده مع نفسك مش هتبقى السمكة السريعة هتبقى انت واقف في مكانك والناس عمالة تجري علشان تواكب التكنولوجيا احنا في الصورة الصناعية الرابعة معنى كده محتاجة مني يعني تأهيل جامج جدا علشان اقدر اخش الصورة دي واقدر انتصر فيها تمام يا ولاد طيب انا عايزة اه اعرف ولادنا هيدرسوا ايه او نعرف بقى ولادنا هيدرسوا ايه في الجزء الاكاديمي ان شاء الله العامل العامل القادم في مادة السي نسي احنا باذن الله هنعرف معلومات اسية عن مكان السي نسي هنعرف المكان ده بيتطوم من ايه واجزاء وايه هنعرف اليات اللي بتشتغل فيها بيها المكان ده نظام البرمجة اللي بيتعامل بيه المكان ده كمان هنقدر ان احنا نعرف الفرق بيه مكان التحكم العدد الحديث ومكانة الخراطة او الفرايز التقريدية القديمة طيب جميل انا علمتك فرايز ومخارط هو مفيش غير المكان ده سي نسي في السوق لا لازم نعرف ان السوق عندنا في مجالي سين سي فيه مكينات الفرايز ومكينات الخراطة وفيه مكان لحن بالسين سي فيه القطعب الليزر فيه كمان الووتر جيت عندي مكان اسمه الواير قط طيب عندي مكان كمان اسمه اللي هو المكابس او المكان التشكيل باستخدام السي نسي هو ايه المجالات اللي حضرتك ذكرت هنه الكتير اوي دي انا عندي تشكيل يا ولاد بالسين سي في السوق وعندي تشغيل بالسين سي في السوق فاذا كنت انت متخصص تشغيل فانت عندك مكان زي الخراطة والفرايز بس لا عندنا مكان بيقطع المعدن وده مكان تشغيل اسمه الووتر جيت ده انا بقطع بيه المعدن باستخدام ضغط المية اتعرف على المكان ده مكان خطير قوي ودي صناعة موجودة في السوق ومحتاجة فني تشغيل المعدن مش عشان انت دارس خراطة وفرايز بس توقف لحد هنا ولما تنزل السوق تقولوا اصلا ما درسش غير الخراطة والفرايز لا المجال قدامك كبير طور نفسا عندي مكان الووتر جيت ازاي ابرمج مكان بقطع فيه المعدن عن طريق المية عندي الواير قط مكان بقطع بيه المعدن عن طريق سلك اسمه الواير قط طيب عندنا ايه كمان عندنا مكان الليزر بانواعه واللي بيشتغل في كل المعدن واللي اقدر من خلاله اقطع واشكل يعني مكان ده مكان الليزر بيستخدم في عمليات القطع وكذلك في عمليات التشكيل احنا الفيلم اللي احنا شفناه من شوية دي احد ماكينات التحكم العددي ودي كانت ماكينة تسمى ماكينة الخراطة الفيلم ده عرض لنا مكانة الخراطة ذات التحكم العددي اقدر اعمل عليها ايه شفت في الفيلم ان انا اقدر اعمل عليها عملية خراطة خارجية واقدر اعمل عليها عملية تسويت القورة كمان اقدر اعمل عليها خرط طولي اقدر اعمل جروفنج يعني تجويف خارجي اقدر اعمل سريد والفينيشنج اللي هو التنعيم بتاعي والبورنج اللي هو اه او اللي هي ان ازاي اقطع المعدن في النهائي وكان الشغل ده كله شغل خارجي بيتم على المنتج من الخارج المكانة عرضت لنا برضك امكانياتها في ان هي الشغل اللي عملته من خارج الاكس ده او العمود عملته داخل الايه العمود سنترت وتقبت العمود بالبنطة وبعد كده جابت قلم خراطة وبدأت تشتغل خراطة داخلية وجابت قلم قلووز داخلي وبدأت تعمل عملية القلووز الايه الداخلي جابت قلم قطعية وبدأت تفتح ايه جروفنج من الداخل كل كل الكلام ده تم على ماكينة الخراطة زادة التحكم العدد احد ماكينات مجالي cnc طيب انا شفت فيلم من خلال الفيلم بس ما اخدش معايا تلت دقايق عرفني مكنة الخراطة اقدر من خلالها ايه اعمل العمليات ايه عليها طيب من خلال العمليات اللي تقدمتني دي على المكنة محتاجة سيادتك تكون ماهر في ايه تكون ماهر في ان انت تعرف تركب عدة cnc تعرف تثبت السفر بتاع الشغلة بتاعك على مكنة cnc تعرف تعمل معايرة للعدة بتاعتك على مكنة cnc مطلوب من حضرتك ان انت تقدر تعرف ازاي تبرمج المكنة ازاي ترسم رسومات المنتج بتاعك وتصدرها للمكن يبقى من خلال الفيلم الصغير اللي احنا شفناه قدرنا نعرف انا ممكن اجهز نفسي لصناعة cnc ازاي وان دي ما اصبحتش مادة ده المادة دي بس بتحكي لنا الموضوع انما الصناعة في المجال ده كبيرة جدا جدا انا عايزة بقى فني خراط cnc يبقى انا لازم اتعلم برامج رسم يبقى انا لازم اعرف اتعلم اكواد اللي هبرمج بيها مكنة المخرطة طيب يبقى انا اعرف اكتب برامج على مكنة المخرطة بجي امي كود اقدر اعاير العدة بتاعت المكنة اقدر ازبط صفر المكنة بتاعي اقدر اقيس طول الشغلة وحطها في جدول الافست للمكنة افهم كويس جدا جدا لوحة التحكم في المكينة بتاعتش عشان لو انا مفهمتش لوحة التحكم في المكنة هدخل بياناتي ازاي هتحكم في المكنة اصلا ازاي اسمها لوحة التحكم في مكينة التحكم العدد لو مش دارس امكانيات لوحة التحكم اللي عندي دي كويس استحال اعرف اتحكم في مكنة التحكم العدد يبقى انا لازم افهم لوحة التحكم بتاعتي بتشتغل ازاي وكل رمز فيها بيوصلني ايه وبعدين اقدر افتح كدالوجات المكينات واقدر اشتغل من خلال الكدالوج واقدر اتعامل من الاكواد اللي في الكدالوج في المكنة بتاعتي طيب وايه كمان اللي لازم اعرف بعض المهارات الكهربية اللي تقدر تخليني مش هعطل لخط الانتاج بتاعي ولا لحظة يبقى انا محتاج ان انا اعرف جزء كنترول جزء كنترول الجزء ده اللي هو بنسميه البي ال سي اللي هو بنسميها البروجرامنج لوجيك كنترول او لغة التحكم المنطقي اللغة دي مهمة جدا دلوقتي فاي مكن بيعمل باستخدام الحاسب الاكواد او اي مكن بيعمل بنظام الاوتوميشن او نظام الاوتوماتيكي لغة الكنترول بقت لغة مهمة جدا لان هي دي لغة التحكم في المكينة نفسها لو انا ما درستش لغة التحكم بجانب الميكانيكا هبقى في حاجات كتيرة جدا ضيعة مني ومش هبقى يعني فني بروفيشنال في السوق لا انا عايز اولادي يبقوا فاهمين كويس جدا انت علشان تبقى فني كويس ومحترم في السوق نتعلم شوية كاد ونتعلم شوية كام ونشتغل في البلسي شوية او اسيات الكهرباء شوية علشان قادر انزل سوق السي اني سي وقدر اتعامل فيه كويس ده كان احد كلامنا على احد الماكينات وهي ماكينات الخراطة طيب بالنسبة لماكنة الفريزة نفس الكلام بس ماكنة الفريزة مش هشتغل عليها على منتجات السوانية هنشتغل على منتجات المنتجات بتاعتنا دي منتجات اه اه مشغولات مسطحة فبالتالي احنا هنشوف فيديو دلوقتي هيعرض لنا بعض الاعمال اللي اقدر اشتغل بيها على مكانة الفريزة طيب احنا اه دلوقتي شباب اه اعرضنا فيلم عن مكان الخراطة زو التحكم العزي وعرفت ان السوق محتاج مني مكان الخراطة والفريز والووترجيت والويركات والليزر وانواع كثيرة جدا من ماكينات cna c اشتغل علي نفسينا بقى علشان نبقى فني ماهر فني جدير اقدر استفيد من سوق العمل واستفيد مني سوق العمل وكده احنا وصلنا مع بعض نهاية حلقاتنا اليوم اشكركم ابناء الاعزاء واترككم في رعاية الله وامني وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا حباك